السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته مرحبا بكم أخوات الإيمان والإسلام في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم روضة النعيم مع كتاب رب العالمين ومع صورة مريم الصديقة صديقنا مريم عليها السلام الله في هذه الصورة المباركة يتجلى عليها العطاء الإلهي بكلمات وبعلوم الحقيقة لو انتفعنا بها في هذه الأمة لكانت خير أمة أخرجت للناس احنا كنا بنتكلم في القول الله تبارك وتعالى على لسان جبريل عليه السلام هو بيقول لمريم قال إنما أنا رسول ربك لأهاب لك غلاما زكية قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية فبنقول أنه الآية هنا وضحت حاجة في المنتهى الأهمية جدا لأنه في حاجتين الآية وضحت حاجة اسمها قانون الأخذ بالأسباب اتنين إن مقدمات الفعل بتأخذ حكم الفعل مقدمات الفعل بتأخذ حكم الفعل يعني إيه مقدمات الفعل بتأخذ حكم الفعل يعني الطريق اللي انت رايحه علشان تشرب خم معصية الخطوات اللي انت الرجل دي الرجلان تسعى إلى مكان الحرام دي لحظات معصية 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 إلى حد ما تصل للحرام وتأبوم المعصية الكبيرة بقى يبقى مقدمات الفعل الرخرى منهي عنها فلو العبد كان رايح علشان يزني وهو في الطريق خبطته عربي يومات هو حيحشر يوم القيامة مع الزناة لإنه اشتغل في طريق أو أخذ بالأسباب علشان ينفذ المهمة القذرة اللي هو رايح له في الحالة دي لما وفاه الأجل مقدمات الفعل حيحسب عليها طبعا مش بنفس الفعل مش هيكون هو يبعص يوم القيامة مع الزناة إنما إدراك الفعل من عدم دباء اللي بيترطل عليه العقوبة الإلهية حسب درجات متفوتة في الأداء لكن لما تسمح سيدنا النبي عليه الصلاة والسانبول العينان تزني وزناهما النظر واليدان تزني وزناهما البطش والرجلان تزني وزناهما السعي إنما حرم الله والفرج يصدق ذلك واللسان يزني وزناه الكذب والفرج يصدق ذلك أو يكذبه يعني معنى ذلك إنه هناك درجات للفعل من ضمن درجات الفعل هي مقدماته الموطئة للدخول على الفعل هي دي بتعتبر من المقدمات المحاسب عليها العبد وزي ما عشان كده قال ولا تقرب الزنا إنه كان فحشة وساء سبيل وزي ما بيقول أيضا في القرآن وده كلام رب العالمين ولا تقرب هذه الشجرة بيقول لأدم وحواء أدم وزوجه ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين فهو لو أنت لاحظت إن ربنا مش نهاهم عن الشجرة لهو نهاهم عن الاقتراب يبقى المنهي عنه كان الاقتراب من الشجرة مش الشجرة وحدها عشان تبقى فاهم فعشان كده ده حديث يعني فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن واقع في الشبهات كراع يرع حول الحمة يوشك أن يواقعه يبقى يا راع يرع حول الحمة يوشك أن يواقعه يعني عن وشك إن واقع في هذا الحمة الذي واقع فيه فهنا لما تلاقي الحلال بيّن والحرام بيّن والأمور منهم واضحة ويبقى كل ما يؤدي إلى الحرام فهو حرام وكل ما يؤدي إلى الباطل فهو باطل وكل ما يؤدي إلى الفساد فهو فاسد وكل ما يؤدي إلى طريقة من طرق المعصية فهي معصية أخرى أنت حتحسب عليها بينادى الله تبارك وتعالى يوم القيامة فده الكلام الخطير أو اللي احنا بنقوله أو بنوضحه لبعضينا علشان ما نقعش في الحرام أو في الفساد ولا حوله ولا أقواته إلا بالله العلي العظيم تعال معايا لكلمة إنما أنا رسول ربك اللي أهب لك غلامة زكية ده جبريل معاه وجبريل يبقى لهذا الكلام وهنا بقى إحنا حنتطر نقف تاني عندي معنى قانون السببية وقانون السببية ده إحنا بيحتاجينه ليه؟ عشان إحنا دلوقتي بنحتفل براس السنة الهجرية راس السنة الهجرية إحنا بنحتفل فيها بما يسمى بذكرى الهجرة النبوية المباركة هنا بقى الهجرة النبوية المسلمين بيحتفلوا كل سنة بقصة السورقة بن مالك والرجاء الفرس لما ساخت قدمه في الرمال وقال له الأمان يا رسول الله وصواري الكسرة والعنكبوت اللي عشش والحمام اللي عشش وأسماء بنت أبي بكر اللي جاية بالذات النتقين وعبد الله بن أريقت وخيمة أمه معبد والنبي عليه الصلاة والسلام ومعها أبو بكر وهم في الغار كل الكلام ده كلام بيتكرر كل سنة المسلمين ما زهقوش منه أبدا بيكرروا الموضوع كل سنة كل سنة كل سنة لما إيه الفايدة أو إيه العبرة أو إيه الدرس أو إيه العزة أو إيه المستفاد من هذا الحجس رحم الله من عرف ورحم الله من فهم وغفر الله لمن جاهل هنا بقى السؤال اللي احنا بنسأله لبعض الفايدة من تذكر حادث الهجرة حادث الهجرة بيعلمنا إنه ربنا سبحانه وتعالى لا يحابي في قوانينه أحدا من الناس أبدا إنما كل إنسان لازم يعمل اللي عليه حادث الهجرة له فوائد عظيمة جدا لازم تلفت نظرك إنه محدش بيتم محاباته حتى لو كان هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو كانوا أنبياء المقربين أنبياء المرسلين ربنا سبحانه وتعالى لا يحابي لا يجامل فاكرين لما تكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن سيدنا نوح عليه السلام هو مين ينغرق الأرض هو ربنا سبحانه وتعالى بدعوة نوح إن ربنا استجاب ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على الأمن قد قدر يعني ربنا العمل كده كان الأولى في نظر ونظرة كانت أنا وإنت عشان علمنا قاصر كان الأولى في نظرنا إنه نوح تجيله سفينة سابقة التجهيز سفينة جاهزة اركب يا نوح وينا توكره على الله أبدا ايه جنتوكر على الله يا نوح لا مفيش الكلام ده أنت اللي حتصنع السفينة أنت اللي حتصنع سفينتك أنت اللي حتعمل باخرة التي تنجو بها أنت ومن معك إنما هل ممكن أن السفينة تيجي جاهزة لا أنت يا نوح اللي حتعمله هو ربنا ما كانش يقدر يبعث الملايكة بسفينة تم تصنعها في عالم الغيب وجايا النوح على الجاهز والله تبقى مجاملة رقيقة ولطيفة جدا لكن لا مش هتؤدي الغرض أبدا يبقى الناس ما فهمتش الناس ما فهمتش في الحالة دي أن نجاتك بإيدك وأن الأخذ بالأسباب هو القانون اللي ربنا أراده في الأرض اللي ربنا لا يحاب بي أحدا من خلقي أبدا كائنا من كان زي وقعنا النهاردة إحنا في أمتنا المصرية كل الدول بتحاول تحاربنا كل الدول لازم تاخد بالك من حتة دي إلا من رحم ربك إلا بعض الدول يعني لكن كل العالم عملي حربك عشان إيه عشان يجوعك عشان يعبدك عشان يسجدك عشان يرقعك عشان تخليك لصالح الصهينة أدافق ديهم علشان ما تبقاش عندك كرامة ولا كبرياء ولا قدرة أنك تواجه المعسكر الصهيوني اللي في العالم هنا حضرتك بقى هتكتفي بالدعاء في العشر الأواخر من رمضان وانت معتك في الحرم أهل أمة بقى نهاية سنة عمانة تعمل كده وعملين يقفوا في الحرم في العشر الأواخر من رمضان يا رب يا رب والبكاء طبعا ده كلام جميل والبكاء جميل والخشوع جميل والتبتل إلى الله شيء جميل إنما هاتلي دعوة استجيبت من في النصر والتأييد الإسرائيل لسه إسرائيل المسجد الأقصى مسلوب لسه المسجد الأقصى مسلوب الأعداء مسيطرين على مقدرات الأمة لسه الأعداء مسيطرين على مقدرات الأمة لسه التهديد الأمني اللي وطننا العربي وإحنا ضعاف دي حقيقة ما زالت رغم الدعاء الظن بقى نحن نعلم إن إحنا على الحق نحن نعلم إن إحنا على الدين للصواب نحن نعلم أننا موحدين بالله نحن نعلم أننا نستغيث بالله نحن نفعل خيرات في كل وقت من أوقات العام فين نصر فين النصرة فين التأييد فين المنعة فين القوة الإلهية اللي تقدر تبنعنا وتحطم أعداءنا لا 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 أنتوا فاهمين غلط ربنا ما بيحاربش نيابة عن أحد الله لا يقاتل بالنيابة عن السادة المسلمين اللي قاعدين بيأكلوا طمر ومندي في الأماكن المقدسة لا 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 ربنا مش عامل هذا الكلام ده هو بيقول كده قاتلهم يعذبهم الله بأيديكم بأيديكم يعني مش هتشتغل بأيديك ربنا مش هيساعدك في حاجة وقادي نوح اعمل الفلك حنجيك يا نوح واصنع الفلك بعيوني نواحينا حتصنع الفلك إنما مش هتصنع الفلك أنت ضعت على طول كان ممكن الملايكة ياخدوا نوح واللي معاه يحطوهم في حتة نشفة واتتهت القصة على كده كان ممكن المطر ما يجيش في الحتة اللي فيها نوح واللي معاه لكن لا أنت اللي لازم بنفسك الكلام ده هتشوفوه في قصة مريم إن يبعط لها ملك يكون سبب لقاها بلاك الغلامة الذكية إن يقول لا وهز إليك بجزع النقلة عشان ما تكونش ببلاش لازم تشتغل وتحرك بأيديها شيء اعمل شيء إيه هو الشيء ده اعمل اللي عليك إيه دي قدرتك ده الكباسة بتاعك ده الاستعداد اللي انت تقدر ده الساعة بتاعتك اللي انت تقدر تعمله إنما ما تعملش وتنتظر نصرة ده الدرس اللي احنا ما خدناهش من الهجرة هذا ما لم يقوله المشايخ إلا من رحم ربك هذا ما لم يقوله الدعاء إلا من رحم ربك إن ربنا بيقول في القرآن وأنا عاوزك تبص في الآية إلا تنصروه فقد نصره الله يبقى قضية الهجرة انسى خالص موضوع الهجرة لأ دي قضية نصرة نصرة أظن إحنا محتاجينها دلوقتي جدا قبل أي وقت آخر قضية النصرة حضرتك إن إحنا محتاجين ربنا ينصرنا ينصرنا يعني إيه يعني يساندنا يعني يقف بجوارنا يعني يعننا فالنصرة دي هتحصل إزاي لو أنت نصرت ربنا طب أنا أنصر ربنا إزاي نصرك لله بأخذك الأسباب نصرك لله باستعنتك بالله بعد أخذك للأسباب نصرك لله بتركك لنواهي نصرك لله بفعلك لأوامره نصرك لله بعدم اللجوء إلى غيره نصرك لله بدوام ذكره نصرك لله بمحبته نصرك لله بالتخلق بأخلاق التخلق بالأخلاق الإلهية التخلق بالأخلاق الصبور الحليم الودود السلام لو المسلمين ما عملوش كده مع بعض يبقى منهمش علاقة بربهم اللي هم بيدعون هم بيعبدوه أصلا يعني لازم ان انت يكون عندك التخلق بالأخلاق بتاعت الأسماء الحسنة اللي انت بتقرأه ولله الأسماء الحسنة فادعوه بها نبي عليه الصلاة والسلام نقول ان الله تسعة وتسعين اسما مئة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة الناس فكروا من أحصاه هو الله الرحمن الرحيم المالك الكدوس السلام المؤمن المهمين أخرها عندنا دلوقتي عشان تبقوا عارفين ان احنا بنوها في الزفة العريس اول ما العريس والعروس كده ندخلوا على الكوشة كل علاقتنا بأسماء لا الحسنة المالك الكدوس السلام المؤمن والمهيمين والعزيز والجبار المتاكب والعريس والعروسة دخلين بس إنما عملنا بيها لا حفظناها لا دعينا الله بيها لا تخلقنا بأخلاقها لا 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 فكانت النتيجة إن احنا فرغنا الدين عن محتوى فرغنا الدين عن محتوى النصرة النصرة إنك تتعامل وإنت شايف إن التعامل دوت هو التعامل لله لذي يرضي الله عاوز تعرف النصرة يعني إيه؟ والله إلا أقولها لكم مش عيب لازم نتعلم ونفكر بعضينا ها أنت تعرف يا محترم أنت وهو وهي إنك تقدر تسلف ربنا يلا إيه رأيك فكر أنا أسلف ربنا اه تعرف إنك تقدر تبيع لربنا اه تعرف إنك تقدر تأكل ربنا اه تعرف إنك تقدر تكسي ربنا اه تعرف إنك تقدر تزور ربنا اه إيه ده يا عمي ده إيه ده الكلام أستغفر الله العظيم لا أنا برضو أقول أستغفر الله العظيم إننا لازم تسمع لازم تنفع يعني ايه لازم تسمع الكلام معناها ايه ربنا يقول ان تقردوا الله قردا حسنا منزل الذي يقردوا الله قردا حسنا يقردوا الله قردا حسنا يعني يسلف ربنا بالبلد اقدر سلف ربنا ازاي انك تدفع الفقراء والمساكين يعني هو بيطمنك ان ده قرد قرد يعني ايه يعني مردود ليك اوعى تفتكر ان ربنا هياخده وخلصنا على كده لا ربنا هرجعه لك تاني بطريقته بقى وكرمه ها ايه رأي حضرتك طيب ابيع لربنا ازاي ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم وامولا هتبيع ولا مش هتبيع هو ربنا بيتاجر يا ايها الذين امنوا الادلكم على تجارة ان تنجيكم من عذاب اليم ها ايه رأي حضرتك طب ااكر ربنا انت قلت ان ااكر ربنا ااكر ربنا ازاي يقف العبد بين يدي الله يوم القيامة فيقول له ربه يا ابن ادم استطعمتك فلم تطعمني ايه رأي حضرتك بقولك اكلني وما اكلتنيش ده ربنا بيسأل العبد العبد يرد على ربنا ويقول له وكيف اطعمك وانت رب العالمين انا ابرده اكلك دي الله بقى نشوف ربنا بيشرح لنا المعنى بتاع الكلمة قال له يا ان عبدي فلانا استطعمك فلم تطعمه طلب منك الاكل وما اكلتوش اما علمت انك انك لو اطعمته لو وجدت ذلك عندي يا سلام اكن انت لما بتاكل فقير انت بتاكل كأنك كأنك يعني هو سبحانه وتعالى وهو يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى اما المعنى استطعمتك فلم تطعمني يعني على سبيل المجاز يعني طلبت منك الطعام فلم تعطي الفقير الطعام لانك لو اطعمت الفقير الطعام لو وجدت اجر ذلك الطعام عندي انا كأنك اعطيت لي انا كأنك اطعمتني انا بي فتصور حضرتك هذا التجميه العظيم كيف اطعمك وانت رب العالمين يقول له ان عبدي فلانا استطعمك فلم تطعم اما علمت انك لو اطعمته لو وجدت ذلك عندي يا ابن ادم استكسوتك فلم تكسني ما كستنيش يقول له كيف اكسوك وانت رب العالمين يقول له ان عبدي فلانا استكساك فلم تكسه ما كستوش اما علمت انك لو كسوته لو وجدت ذلك عندي يا ابن ادم ما ردته فلم تعدني يعني انا عيت وما زرتنيش عيت وما زرتنيش تصور حضرتك ربنا بيقولك ما زرتنيش فيقول العبد لله وكيف أعدك وأنت رب العالمين يقوله أن عبدي فلانا مريضة فلم تعد ما زرتوش أما علمت أنك لو عدته لو وجدتني عنده يا سلام يعني هنا التعامل مع الله أظن فهمت معنا أن تنصر الله هنصركم يعني لو أنت نصرت ربنا وأنا ممكن أن نصر لربنا إزاي لو نصرت الحق يبقى نصرت ربنا لو نصرت الشرع يبقى نصرت ربنا لو نصرت الحياة يبقى نصرت ربنا ممار يعني لو أنت أمرت بالمعروف ونهيت على المنكر يبقى بتنصر الله سبحانه وتعالى الكلام في متهى الوضوح إنما لما تلقى مثلا المجتمع ظهرت فيه فاحشة فاحشة راقصات هجموا على المجتمع وعلى الفضائيات وعلى كل حتة كل حتة فيه رقصات 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 وكل واحدة بتتفنن به هز الأرداف والجسم قدام الناس حضرتك لو ما حاولتش إنك أنت تنهى عن هذا الكلام أو تقول هذا الكلام خطأ أو تستنكر هذا الكلام يبقى أنت لا تنصر الله سبحانه وتعالى ما تجيش بقى حضرتك تسألني وتقول لها أنا مش حارف نبادة ربنا وما بيستجبش ليه لا ده أنا عاوز أقول لك إن فيه ناس ظهرت تدافع عن الرقصات الرقصات وتقول لك إيه ده فن ده تراز ده مصر ده قيمة ده إلي 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 هو ربنا ليه ما بيستجيبش لينا انت طلبت منك النصرة وما نصرتش انت حتى ما غضبتش لله انت ما زعلتش على دين الله انت ما تحركتش ده بعض الناس كان يقولك ايه اصلا اكل العيش انه ولانا يعني انت ببالي بيقى وراء العالم يقولك ايه اصلا اكل العيش البرمان عمالوا في ايه وقدم خمره واناك اصلا اكل عيش يعني انت اخذ للك من الكارثة اللي المجتمع بقت القوادة او الدياسة بقت بعض الناس فاكرها اكل عيش لا تقضح في كفر جولته ولا في كرامته اقولك اصلا ده يعني انا اصلا شنف ان ده عادي تيكت ايزي يعني ده اكل عيش هنا المجتمع خطر المجتمع المكانش مجتمع ينضبط على انه وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر كل السنة وانت طيب انت بتتكلم عن كلام احنا بنهجس على بعض ده مش دين خالص ما خالص فربنا يقول ولا ينصرون لله ما ينصروا ان الله لخوي عزيز فالمهم ان ربنا في حدث الهجرة بيتجلى فيه بالنصرة للنبي على سبيل ان لا تنصروه فقد نصره الله طب انا انصر للرسول ازاي احنا عرفنا ننصر الله ازاي انصر الرسول بكثرة الصلاة عليه انصر الرسول باتباع سنته انصر الرسول باشاعة اخلاقه صلى الله عليه وسلم لازم تشيع اخلاق النبي يا جماعة اعتبر نفسك كل واحد فينا اعتبر نفسه راجل اجنبي ايرلندي ولا هندي ولا ولا استرالي ونزل مصري يتفرج على اتباع محمد تقدر تشاوري كده على اتباع محمد عليه السلام انا عاوزك تنزل كده في سوق عاوزك تنزل في اشارة مرور في شارع جامعة دول عربية مثلا وتوريني اتباع محمد اتباع محمد اللي بيقفوا بالسيارات عشان واحدة ستة عجوزة معدي انا عاوزك تفرجني على اتباع محمد اللي هما برقبين العربيات وبيستنوا الاشارة وبيقفوا انا عاوزك تشوف اتباع محمد من الكنسين اللي بسكين المقاشات اللي الشارع وسخ يقرف الكلب وده وقف عمالي يعمل لك كده عاوزك تأكله وهو زي الجموسة تابوت كبير كده تعالى وريني هما دول هما دول ينفعوا يا جدعان خلونا نتكلم دول ينفعوا اتباع محمد هما دول اتباع محمد انا عاوزك بس تشوف ايه اتباع محمد الناس لو احتكوا ببعض والعربيتين خابطوا ببعض اتفرج على اتباع محمد بيعملوا ايه انا عاوزك تفرجني على اتباع محمد في البيع والشراء عاوزك تفرجني على اتباع محمد في حفاظهم على يعني نضافة الطريق انا عاوز واحد من اتباع محمد وبياكل يستفندي في العربية حيرمي الاشرفين هتعرف على طول ده من أتباع محمد ولا من أتباع لستبيليا يعني مصيبة إحنا الأسف الشديد إحنا بنتزاه وإيه شاطرين بقى نبي فدك أبي وأم يا رسول الله يا حبيب يا رسول الله وإحنا أكبر هجصين بنتابع رسول الله إلا من رحم ربك خلينا نتكلم بصراحة إحنا بأنهص إحنا بنحتفل بهجرة إزاي نحتفل بالهجرة والأمة في حد ذاتها مش قادرين يهاجروا من عدتهم مش قادرين يهاجروا يهاجروا من سلوكياتهم أتحداك وأنا بقولها كده على الهوى مباشرة أتحداك لو أولاد أتباع محمد بيبص في قرآن محمد ذا ما بيبص في الواتس أب لو شفت عدد الساعات اللي الوات بيبص في الموبايل وقل لي قد إيه أولادنا دول بيبص في المصحف بيبص في كتابهم بدعة المذاكرة أتحداك هذا الكلام فين الكلام ده لأنه وان شأنا شيء فتياني منا على ما كان عوده أبوه بقينا جزر منعزلة ما فيش نصرة للنبي عليه الصلاة والسلام أتباع محمد يعني أتباع أخلاق أتباع محمد يعني أتباع أخلاق النبي محمد مجاش عشان يعلمنا صلى وصوم وغسل جنابة إحنا مركزين على الغسل الجنابة إحنا مركزين على الدقن أتباع محمد فاكرينها دقن أتباع محمد جلابية بيضة أتباع محمد زيبيبية صلى أتباع محمد حب الرسول يو بلبسني توب أتباع محمد أكل حمصية وسمسمية إنما أتباع محمد أخلاقيا أتباع محمد سلوكيا أتباع محمد في الدين في الأخلاق والالتزام في حق الجار في التعامل مع أهل الكتاب في الرحمة في العطفة على الحيوان في الحفاظ على البيئة فرج على أتباع محمد نرشأين على أهاوية زي فرج كلام رؤية نقضية بدل ما نقضي نخدع بعض ونقول يا سلام إحنا خير أمة إحنا أفضل أمة خير أمة لو التزامنا كنتوا بخير أمة أخرجت للناس إغرى بعديها مش تروح ساكت ونفرمل زي نزام ولا تقربوا الصلاة لا كنتوا بخير أمة أخرجت للناس تأمرونا بالمعروف وتنهون على المنكر وتؤمنونا بالله إنما طبعا كارسة كبيرة جدا إحنا بنعملها عشان كده إلا تنصروا ربنا بيقول أنا على فكرة مش محتاج نصرتكم ليه هو ربنا نصر أصلا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثانية أثنين إذ هما إلى آخر إذ هما في الغار إذ يقولوا لصاحبي إن الله معنا الشاهد اللي إحنا ما تعلمناهوش من الهجرة وأنا آسف اللي إحنا ما تعلمناهوش هو حتة إن أنت لازم تشتغل حتى لو أنت النبي نفسه عارف لو أنت النبي نفسه لازم تشتغل مش أوعى تفتكر ربنا يا سلام يا حبيب يا رسول الله شلوه ودوه واتوه ما فيش الكلام ده الكلام ده غير صحيح فاكر أنت حدث اسمها الإسراء حادثة أو معجزة يعني اسمها الإسراء والمعرج أكيد تقدر تقول لي كده بتلخصها لي في جملة ما هو الإسراء والمعرج أقول لك عندما أسري أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماوات العلا ورأى ما رأى وعين ما عاين وقابل من قابل وصلى بالنبينا إماما وسلم عليهم ورأى من مشاهد الأخرة ما رأى ووقف على بصات العرش الإلهي وبصات الأنس الإلهي وسلم على الله وسلم الله عليه وكلفها الله بالصلاوات الخمس ورجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى فراشه ولم يبرد بعد كما يقال يعني كل كلام ده في جزء من الثانية آه يا سلام في جزء من الثانية عمل رحلة تقدر بملايين السنين في جزء من الثانية سبحانه الذي أسرى بعدي ليلا آه عمل كده تبركي بإيه عشان يوصل المسافة دي قال لك والله كان فيه وسيلتين اتنين وسيل اسمها البراق وسيل اسمها المعراج المعراج دوت ما نعرفش هو إيه إنما حصل المعراج يعني وصلت الصعود يعني عاوز أقول لك المعراج المعارج يعني السلالم سأل سائرهم بعذاب واقع للكافرين ليس له دفع من الله ذي المعارج يعني ذي السلالم وسائل الصعود لله سبحانه وتعالى فالمعراج وسيلة صعود أسنصير سلالم ملايكة ما نعرفش إنما الوسيلة الأرضية الإسراء من مكة إلى المدينة كانت حاجة اسمها الدابة اسمها البراق يجعل حافره عند منتهى طرف يعني مطرح معينه تبص يكون حطة رجليه حاجة مشت وجايل الاسم من البرق يعني واضح واضح هل طبق القرآن له هذه المعجزة في أخطر قرار أخذته النبي القرار اللي قالب الأمة اللي قالب موازين الصراع القرار اللي استقرد به الأمة الإسلامية لدرجة حد النهاردة بنقرخ به قول العام الهجري يعني إيه يعني هل النبي هاجر من مكة إلى المدينة وهو ركب براق أظن أنتقل من مكة إلى بيت المقدس في جزء من برها من الزمن طب ليه البراق ما جاش للنبي علشان يركبه في رحلة الهجرة وتبقى ده أولى ده أحسن ده احنا محتاجين البراق ده دلوقتي ما أكثر بأي وقت بدل الصراع والأيام والليال اللي قضاهم في الهجرة لمختلف العلماء فيهم والكفار ومطردت الكفار وصرق ابن مالك وأسماء بنت أبي بكر والراجل عبد الله ابن أريقت وخيمة أمه معبد وده يدخل الغار وده يوفق قدام الغار بالسيوف وأبو بكر خايف يقوله لو نظروا تحت أقدمنا رأونا يعني ليه 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 التوتر دوت والألأ ده والتعب دوت والضنك والجوع ليه ليه موفي ثانية كان يجي البراق يمشي من المدينة من مكة إلى المدينة هب يلقى نفسه في المدينة طالع البدر علينا السلام عليكم وعليكم السلام ليه ما حصلش الكلام ده عشان يديني ويديك درس أن كل واحد لازم يشتغل بأيديه ويعمل اللي عليه حتى لو كان النبي نفسه حتى لو كان النبي نفسه ما فيش مفاضلة ما فيش مجاملة ما فيش محاباة ما فيش تمييز ما فيش حد على الحجر كلنا واحد بين يدر الله عز وجل حتشته يأخذ النبي عليه الصلاة والسلام بيقولك ما أكل أحد طعاما قد خير له من أن يأكله من إيه من الصواني اللي نزلانه من الجنة خير له من أن يأكله من عمل يده وافتكر النبي سيدنا داود كده قال وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده يعني حتى الأنبياء كانوا بيشتغل عشان يأكلوا مم أقولك أفهمها لك إزاي الأنبياء الأطهار الأولياء الأطقياء سادة الناس يتنزل عليهم الوحي السماوي ربنا بيكلمهم إنه ما لازم تشتغل يا أخي والله أنا حتجن لما تشوف واحد زي سيدنا موسى وهو ربنا بقول واصطنعتك لنفسي اللي ربنا يغير قانون الحياة عشان خطره اللي بيقول له أمه فإن خفت عليه فإن خفت عليه فألقيه في اليمن لما تخاف إرميه في البحر في حاجة سأل لما تخاف إرميه في البحر أه وقف قوانين الخطر عنه أبعد عنه قوانين الخطر كلها وخلاه يتربى في حجر عدو وخل وحرمنا عليه المرادع وقال له وردتناك إلى أمك كي تقرع عينها يعني الحياة موسى ده خد عناية فائقة من الله ورغم كده ربنا سبحانه وتعالى ما قاعدوش في مدين يستجم بيشرب عصير الليمون بالنعناع وقاعد على على الشاطئ البحر الميت بيستجم لا ده قاعد اشتغل شاء عشر سنين عشان يدفع مهر المدام على أن تأجرني ثماني يا حجج فإن أتمامت عشر فمن عندك وما أريد أن أشقى عشر سنين هاتلي واحد اشتغل عشر سنين عشان يلم المهر بس ده أغلى مهر في التاريخ نسميها تعانون عشر سنين موسى بيشتغل مزارع وبرع غنم عشر سنين يا مولانا اضرب الرقم لو بتاخد كم يعني عشر سنين أشغال شقة عشان يلم المهر بتاع المدام بتاع مراته عشر سنين بيشتغل عليه السلام الله عشر سنين بيشتغل سيدنا موسى عليه السلام الله علشان يجمع المهر لزوجاته ما كان ممكن حضرتك يا أخي ينزل له الوحي وخلصت الموضوع ما فيش الكلام ده أنا بس عاوزك تاخد بالك لازم تشتغل لازم تعمل والله العظيم ما هت يبتوع الهجرة ما هتستفيده من الهجرة إلا لو اشتغلته زي صاحب الهجرة والله العظيم يا ناسي اللي بتحتفلوا بهجرة النبي ما ربنا حيرضى عنكم ولا الرسول حيحبكم وحيقابلكم ويفتخر بكم يوم القيامة لو انتوا نفسيكم هجرتوا لذلك خد بالك من حاجة الهجرة دي هبا من مكة للمدينة ويا سلام وحنا بنكل العرائس المولد وشلة يميني والأفلام الهندية اللي احنا بنعملها لا والله العظيم الهجرة دي انك تتخذ قرار تقدر تقدر تتخذ قرار تمطل سجير سيب لك الجواب تقدر تتخذ قرار انك تصالح مراتك وتعملها بشكل محترم سيب لك القرار تقدر تتخذ قرار تحفظ على الصلاة وتصلي مع ولادك وجماعة انا سيب لك القرار تقدر تتخذ قرار وتهاجر عن خصامك لاخواتك او تطولك على ابويك انا سيب لك القرار تقدر تتخذ القرار انك توقف الموبايل شوية وتهتم بذكر الله او بالمذاكرة بتاعتك انا سيب لك القرار تقدر تتخذ القرار انك تروح العمل بتاعك حتى لو ما انتش راضي على الاجر اللي بتاخده وتعمل اللي عليك انا سيب لك القرار تقدر تتخذ قرار في النظافة. تقدر تتخذ قرار في التفوق الدراسي. تقدر تتخذ قرار في حسن اللسان. تقدر تتخذ قرار في غض البصر. تقدر تتخذ قرار. تقدر تتخذ قرار لو ما قدرناش ولقينا نفسينا أضعف من هذا. يبقى بلاش نهجس على بعض. ونقول احنا بنحتفل بالعام الهجر الجديد. العام الهجر الجديد حيجي على ناس نفس الكسل ونفس الخمول ونفس الضعف ونفس الخزي وعدم القدرة على اتخاذ قرار لذلك يا جماعة تعالوا نستفيد بالهجرة تعالوا نفعل الهجرة ما تيجوا نهاجر بس مش هنهاجر من مكة إلى المدينة إن خلاصنا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية أمال هنهاجر من فين لفين هنهاجر من العادات الرزيلة إلى العادات الحسنة هنهاجر من الخمول والكسل إلى الانتاج والعمل هنهاجر من سوق الظن والغيبة والنميمة اللي تفشت في المجتمع بشكل شديد إلى الرحمة والأدب وعفة اللسان والمنطق هنهاجر من الزنب إلى الطاعة هنهاجر من الجهل إلى العلم هنهاجر من التخلف إلى الأخذ بالأسباب هنهاجر من التبعية للغير إلى الاستعلاء على أهل الأرض بطاعة الله هنهاجر من الاعتماد على المعونات التي يقدمها لنا أعداؤنا هنهاجر إلى العمل والإنتاج هنهاجر بدلا من استجداء رغيف الخبز إلى صناعة رغيف الخبز إلى زراعة رغيف الخبز هنهاجر بدلا للهروب من مصر ومحاولة الحصول على ضراهم معدودة في أي دولة من الدول المجاورة ولا خارج المحيط ولا خارج البحر تعالوا نهاجر إلى مصر تعالوا نهاجر إلى البحث عن أرزقنا في أرضنا اللي ربنا ادهنا فيها كل الخيرات الأرض اللي فيها بحرين ونهر مصر مصر فيها بحرين البحر المتوسط والبحر الأحمر ونهر النيل وأفقر دولة في الأسماك البلد اللي فيها مليون كيلو متر مربع وعايشين على سبعة في المية من مساحة الأرض في مصر الأرض المزروعة اللي بنبني عليها بيوت وبنخرجها خارج سلة الغذاء اللي احنا بنأكل منه بنفضل الخرصانة على الأمح بنفضل تبوير الأراضي الزراعية وإفسادها على إنك أنت يكون عندك إنتاج زراعي تتفوق بيه على نفسك أو تكفي بيه حاجة ولادك اللي جيين بكرة ولادنا اللي حييجوا بكرة اللي انت خاف على مستقبلهم مش حيلقوا أمح يكلوه مش حيلقوا خبز يكلوه مش حيلقوا زرع يزرعوه لإني أبوهم أو جدهم الله سمحه بورلهم أراضيهم وأفسادلهم زرعتهم ووقف إنتاجهم وكان ميقدي وقت قدام الدش قدام الريسيفر لحد الأوقات المدخرة من الليل وكان فاكر أنه حأمن مستقبل أولاده بأنه يصبونهم صبت الخرصانة على الإراضين اللي بيأكل منهم العيلة هي دية الأسف الشديد ذكرى الهجرة ذكرى الهجرة بتعود علينا وإحنا للأسف الشديد خرجنا من أوائل الدول الزراعية والصناعية والتعليمية مدارسنا وجامعتنا خرجت من السباق التعليمي في العالم أبحثنا متأخرة علمنا متأخرة بفعل مين؟ تقول لي عداء شياطين أنا آسف كلامي ممكن يكون كلام مقبض أو كلام محزن لكن إحنا اللي جانينا على نفسينا إحنا اللي جانينا على نفسينا فبما كسبت أيديكم أو كلما أصابتكم مصيبة أو كلما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إحنا اللي عملنا ده بأيدينا وإحنا لنحسب بين يدي الله سبحانه وتعالى لو كنا صديقين في ذكر الهجرة أنا أعزك تتألم كما تألم النبي وتهاجر كما هاجر النبي وتتحرك كما تحرك النبي وتأخذ بالأذباب كما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم النبي اللي ضرب المثل في كيف تكون الكرمة كيف يكون العمل كيف يكون الإخلاص لله عز وجل أنا متهيألي إن دي رسالة أهمة بكتير من الاحتفال بذكرى تاريخية المفروض أن تكون ذكرى تشريعية وفقهية وخططية وحركية لنهضة أمة ولنهضة مجتمع ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول في كتابه العزيز في آخر نداء في سورة آل عمران يا أيها الذين أمانوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون هل وعين الدرس اللهم إني قد بلغت اللهم فاشهد نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه وأن يرزقنا حسن العمل وحسن الفهم وحسن الإخلاص لله ورسول صلاة وسلاما على إمام الأخذين من الأسباب إمام المرابطين في حق ربهم إمام الذين يؤدون ما عليهم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كل عام وأنتم بخير السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة